طالات النجمات اندجبات في الحدث لفتت انتباهها وأنظار الجمهور من جميع أنحاء العالم تصاميم عكست عراقة الحضارة الفرعونية المصرية بلمسات عصرية كان أبرزها بتوقيع مصممة الأزياء فريدة تمراز إذ صممت ثلاثة فساتين لمطربات الحفل وهن رهام عبد الحكيم ونسبة محجوب وأميرة سليم للمزيد تنضم إلينا من القاهرة المصممة المصرية العالمية فريدة تمراز صباح الخير فريدة فريدة يمكن أنا ما رح أسأل من وين أو شنو كان يعني من وين استوحيتي هذه التصاميم لأنها كانت مصرية مئة بالمئة لكن كيف كان العمل على هذه التصاميم خصوصا أنها لازم كانت تكون بدقة علشان تعكس التراث المصري يعني مبدئيا أنا حابة أقول أنه فخر لي كبير جدا 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 أنه أن أنا مشاركة في حاجة حدث كبير زي ده إحنا عندنا مبدئيا أول حاجة كان عندنا أن إحنا موكب المميوهات فحبيت أن أنا أسمع كل قطعة من الأغنية من الأغاني اللي الأميرة وريهام ونسبة بيغنوها فكانت كل قطعة بيغنوها بترفلكت الفستان بتاعهم بس أنا سمع صوتي معلش إحنا سمعينك بكل وضوح طنش الصوت اللي أنت سمع طب تمام حلوة أوكي فإحنا فكانت أنا سنة قادة بس معه ورتين فمش مشكلة فكان عندي مهم جدا أن أنا تفضلي أوكي فأميرة سليم بالنسبة لي يعني هتكلم على كل شخصية وكل فستان وإزاي قدرنا أن إحنا نرفلكت أو يبقى بيعكس عن الفستان نفسه فأميرة سليم كان بتغني أغنية في مفروض مكتوبة في معبد فرعوني بتتغنى لإزيس وهي المرأة المصرية فكت حبة أن أنا أدي لها طبعا اللوك الفرعوني زي ما هو متواجد معنا هنا النهاردة حبيت أن أنا يبقى موجود معنا النهاردة على العربية أنه هو مستوحي من الحضارة الفرعونية يعني كامل كاملة من أشعة الشمس ليه الزرقان بتاع مية النيل بتاع مصر ليه الجعرانة المصرية ليه اللوتس اللوتس هي بتسيمبلايز أو بتشبه الشمس أنه مصر شمس العالم فكان فيه كذا حاجة حبيت أن أنا أوضحها في الديزاين بتاعي كل سنتي في الفستان معمول بقصة بدقة بفن باحترافية شديدة لأن إحنا يوميها يوم السبت اللي فات كنا بنمثل مصر مش بنمثل بنمثل مصر مش تمراضة فإحنا كنا لازم يبقى حاجة بتورينا على هذا الأساس هنا زي ما حضراتكم شايفين في الجعرانة المصرية في الزرقان المصري اللي هو بيمثل النيل بتاع مصر والدهري اللي هو أشعة الشمس والتعبان المصري واللوتس وده حرف هيروغليفي فكل تفصيلة كانت معمولة إنها بترفلكت الحضارة المصرية وقوتها لأنه أنا زي ما علم واتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده إنه تمراضة شاركت في أسبوع الموضة في نيويورك في 2016 كانت مستوحية من الحضارة الفرعونية يوميها كان فخر لنا كبير لأنه هو مش استوحى هو كان حاجة حقائية على أرض الواقع كان العالم كلها بتتفرج عليها بتتفرج على مصر إنه بالحضارة مصر إنه إزاي نقدر كل فستان والفستانين التانين طبعا بتفاصيل نفس الحكاية بيرفلكت كل فستان الشخصية بالقطعة الغنائية اللي بيغنوها طيب فريدة كل حاجة فريدة لازم أسألك أنا ما أقدر لازم أسألك بأنه اليوم حينما تسألنا يعني بالأمس هشام هو الملحن لهذا الحدث خلينا نسأل بأنه قال أنا في قطعة أمامي قطعة فرعونية وبالتالي في شيء جديد لأول مرة ما فيش حد سبقنا عليه على أساس أنه ناخذك خطوط عريضة أو غايدلاين اليوم فريدة شاركت صحيح لكن هذا الحدث هو حدث تسويقي حدث موكب لملكات مصر وملوكها كيف نحكس حتى على التصميم على الفكرة ولادة الفكرة من بدايتها كيف كانت؟ لا هو طبعا ولادة الفكرة من البداية أنه يحصل حدث زي ده هو عمره ما حصل في تاريخ مصر أنه يبقى فيه موكب بيتحرك من متحف لمتحف ويبقى بالعظامة دي بالاحترافية أنا بقصد ولادة فكرة تصميم الفستان أو الفساتين اللي أنت صممتيها طبعا أول ما تقال لي أول ما تقال لي أنه إحنا محتاجين أنه إحنا نعمل التلات فساتين بتاعة المغنيات اللي هيغنوا أمام سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت بالنزالي هي دراسة هو مش فستان هو مش تصميم فستان هو مدراسة لأنه أنا برضو بدرس مجال الموضة في مصر فقلت لأ أنا لازم أول حاجة أدرس الإيفنت نفسه الحدث بيتكلم عن إيه الأغنية اللي هيغنوها الوقفة اللي هيقفوها ما إيه اللون المناسب اللي هينفع للتلاتة يقفوا فيه مع بعض وراهم المسرح جنبهم الفيجولز بتاعة القاعة اللي هم فيها يعني أنا حضرنا بروفا وكنا كلنا الصراحة مش أنا بس كلنا في جميع المجالات حرصين إن إحنا في البروفا وفي كل التفاصيل وفي كل خطوة نعمل الحاجة 200% مش بس 100% فحتى كنا بنعمل بروفا ونرجع ونشوف قدام الكاميرا هل الشكل ده مناسب لأن العالم كله تشوفه بالطريقة دي وذكرنا كويس قوي فطبعا التصميم نفسه والبروسيس من إن إحنا نختار الشيب المناسبة على الفنانة والمغنية اللي بتقدم قدام سيادة الرئيس وقدام العالم دي نمرة واحد نمرة اتنين اللون مهم جدا إنه اللون يبقى لايق على بشرتها لايق على الإيفنت نفسه على الحدث لايق على المسرح لايق على الأوركسترا اللي وراها وغير إن إحنا كمان صممنا ونفزنا المسكات بتاعت الأوركسترا اللي كان فيها اللوجو بتاع المميهات الدهبي على المسك من الجنب وعملنا برضو يعني من اللون للتفصيلة وبعدين بعد ما عملت مثلا فستان نسمة محجوب قلت لأ أنا محتاجة إننا حطت حيقة قطعة دهبية على الفستان يعني هي مجموعة عوامل دخلت هي مجموعة عوامل دخلت على تصميم الفستان يعني ما كان مجرد تصميم فستان إنما كانت إضاءة أغنية الفنانات نفسهم وأصواتهم كلها هذه عوامل اللي أدت إلى إنتاج فستان جميل جدا لهذا الحدث المهم طبعا كنت معنا من القاهرة المصممة المصرية العالمية فريدة مراز شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا شكرا جزيلا